موسيقى الطب طبعا فيه تطور مستمر وإحنا زي ما كنا زمان نسمع عن شغلات نقول عنها مستحيلة وصارت هلأ أمور اعتيادية زي زراعة الكبد والكلية والقرنية وإلى آخره صار عندنا زراعة جديدة اللي هي زراعة الرحم وعشان هيك اليوم إحنا بنا نحكي بالموضوع بشكل مفصل مع استشاري العقم وأطفالي الأنابيب الدكتور خلدون الشريف صباح الخير دكتور صباح ورحلين كيفك؟ الحمد لله دكتور إحنا يعني أنا اتفاجأت بالموضوع لكن الموضوع كتير حلو وأنا شايف أنه بفتح أعمال لكتير من الناس تحكي لنا أكتر كيف بلشت زراعة الرحم بسم الله الرحمن الرحيم فعلا زي ما اتفضلتي أنه هو موضوع حلو كتير وبيفتح أمال أو أبواب كانت مغلقة بالمرة في الماضي يعني إحنا بنعرف أنه مشان يصير حمل الجنين بده يلتصق في جدار الرحم ويكبر لمدة تسع شهور وبعدين ينولد البيبي ولكن في بعض السيدات حالات نادرة تقريبا حالة من كل خمس تلاف سيدة بينولدوا من غير الرحم سبحان الله وفي سيدات أخرى بيكون عندهم رحم ولكن بيكون الرحم أزيل في الماضي بسبب أمراض خبيثة مثلا أو بسبب التصاقات شديدة أو الرحم ما عم بيشتغل فهدول في الوقت الحالي ما لهم علاج بنقول لهم يا تروحوا تتبنوا مثلا أو جربوا شغلات تانية ولكن ما لهم علاج ناجح هلأ أول حالة صارت ونشر عنها في أحد المجالات الطبية من تقريبا أسبوع أنه أول طفل في العالم يولد بعد زراعة الرحم أخذوا رحم من سيدة ونقلوا لسيدة أخرى ولدت من غير الرحم ورجعوا فيه أطفال أنابيب وبيبي انولد بعد هيك الحمد لله طب السيدة اللي كانت اللي زرعوا لها الرحم فيه إلها عمري معين والسيدة اللي بدها تعطي الرحم برضو إلها عمري معين ولا أي أمر ممكن هذا السؤال مهم كتير لأنه يعني هما ما بدهم أو إحنا كطباء ما بدنا نمشي في موضوع زراعة الرحم ونكتشف أن السيدة اللي أعطي إلها الرحم غير قادرة على الإنجاب مثلا لأنه ما عندها بويضات أو عندها مشاكل أخرى فعشان هيك كانوا اشترطوا للباحثين اللي في السويد هي أجريت هذه العملية أنه قبل ما يسووا زراعة الرحم قبل ما ينقلوا الرحم من المعطي أو من المانحة للمستقبلة أنهم يسووا علاج أطفال أنابيب للسيدة اللي ما عندها رحم ياخدوا منها البيضات والحيوانات المنوية من زوجها وبيكونوا أجنة ويتأكدوا أنه في أجنة موجودة ويجمدوهم في المختبر وبعدين أنهم يسووا عملية زراعة الرحم فالشرط الأول أنه يكون عندها غصوبة لأنه الهدف من زراعة الرحم هو الحمل والولادة إذا عندها مشاكل في الخصوبة لأسباب أخرى فلن تخضى هذه العمليات وبالمقابل كان يعتقد أنه السيدة المانحة للرحم لازم تكون صغيرة في السن ولكن سبحان الله في الحالة هذه السيدة المانحة للرحم كان عمرها 61 سنة وكانت مرأة في سن انقطعت دورة وانقطعت عنها دورة من 10 سنين تقريبا ولكن سبحان الله الرحم بظل يشتغل لو أعطي الهرمونات المناسبة والبويضة والحيوان المنوي فبالنسبة للسيدة المعطية ممكن تكون بأي عمر بالنسبة للسيدة المستقبلة لازم يكون عندها غصوبة وطبعا مثل ما تفضلت أي زراعة أعضاء مثل الكبد والكلي لازم يكون فيه تطابق في الأنسج بينهم فمثلا سيدة هذه الأخذة الرحم كانت بتتأخذ من والدتها ولكن اكتشفوا أن والدتها ما مح تطابق في الأنسج معها فأخذتها من صديقة للعائلة اللي هي عمرها 61 سنة سبحان الله والدتها ما كان عندها تطابق لكن صديقة أمها كان عندها تطابق سبحان الله لكن هلأ قلت لنا المواصفات مثلا لسيدة الماطية للرحم أكيد لا يجب أن يكون عندها من قبل أمراض بالرحم ويكون رحمها نقول مثلا ممخلفة كثير أو غير مستهلكة كثير أم عادي مو مشكلة أحكيك مضبوط 100% أكيد الأمراض العاملة لأنها تخضع لعملية يعني العملية تأخذ الرحم منها هي طبعا استمرت من 10 إلى 16 ساعة لأنهم سووا كزة عملية فكان مدة العمليات من 10 إلى 16 ساعة فطبعا ما بيكون عندها مشاكل صحية أنها تمنع أنها تخضع للتخدير والعملية للمدة طويلة الأشي الثاني طبعا إحنا بدنا الرحم فالرحم ما بدو يكون في مشاكل سيدي هاي بالذات كانت أنجبت مرتين في الماضي فطبعا لما تكون منجبة بيكون نعرف أن رحمها قادر على الإنجاب فأكيد هذا من الشغلات البزيد وما بيكون عندها برضو مشاكل مثلا ألياف والرحم والشغلات هاي اللي هي بتخلي الرحم غير قادر على أنه يشتغل في السيد الأخذة أكيد طب هاي الحالة اللي صارت بالسويد هي حالة وحيدة ولا في أكتر من حالة يعني أكم حالة لهلأ ممكن يكون صار هما يعني نحكي أنه حالات يعدوا على الأصابع يعني في العالم كله على مدى العشر أو خمسة عشر سنة الماضي صار 11 حالة تقريبا أول حالة صارت في السعودية تقريبا من 12 سنة تقريبا والحالة كان طبعا من هنق جملاء السعوديين أنهم كان لهم الصبق في الموضوع هذا سووا أول حالة طبعا الحالة لم تنجح واضطروا أنهم يشيلوا الرحم من السيد الأخذته بعد شهرين ما أخذت الرحم ولكن هذا لا يقلل من قيمة الإنجاز اللي سووه دائما الصبق يكون الحالات لا تنجح في الأول ولكن الفشل دائما يتبع النجاح الحالة الثانية أجريت في تركيا من كم سنة وحملت ست ولكن أجهضت وبعدين في مجموعة تسع حالات أجريت في السويد في نفس الجامعة جامعة كوتنبرغ اللي سووا فيها الحالة الأخيرة ومن التسع حالات في سبعة نقلوا لهم أجنة وثلاثة منهم حملوا الحالة اللي أنجبت الأسبوع الماضي وفي حالتين سيدتين حوامل هلأ أكثر من سبعة أشهر حامل ما زالوا يعني ما زالوا حوامل ونتوقع عن الخير إن شاء الله فحالات معدودة على الأصابع ولكن عداتها ضئيل طب تعتقد أنه رح يوصلنا الزراعة الرحم رح توصلنا للأردن قريب إن شاء الله ولا بدها وقت لا توصل لهون يعني بإذن الله أنا بتوقع أنه توصلنا قريب وتعريف إلى كلمة قريب هون في حدود الخمس سنوات لأنه كل المقومات المطلوب لنجاح عملية زراعة الرحم حسب ما شفناها في الأبحاث الأخيرة متوفرة والحمد لله عننا في الأردن أولا زراعة أطفال أنبيب منتشر عننا ومتوفرة وفيه خبرات عالمية عنا موجودة في الأردن تانيا موضوع نقل الأعضاء عنا منتشر في الأردن وبيجينا الإخوان من جميع أنحاء العالم العربي والعالم الأجنبي كمان وبيسووا زراعة أعضاء عنا زراعة الكبد وزراعة الكراب هاي الشغلات موجودة عنا في الأردن وعنا جرحين وأطباء زراعة أعضاء أك فاء جدا في الأردن للموضوح هذا وإحنا فعلا بدأنا يعني تبادل الأفكار والأراء منهم كإحنا أطباء النسائية والتوليد والعقوم وأطباء زراعة الأعضاء مشان إن شاء الله في القريب وخلال كذا سنة نسوي الموضوع عنه فأنا بتوقع لما توضح الصورة أكتر ويصير أحمال أكتر في الحالات اللي نشرت وعم تنشر من المعاهد العالمية إنه هذا خلال الكذا سنة القادمة ومتل ما حكيت خلال خمس سنين بإذن الله سبحانه وتعالى تكون متوفرة عنه في الأردن وبالنجاح كبير كمان إن شاء الله إن شاء الله منتأمل أكيد وأكيد في كتير ناس من اللي عم بيحضرونا كمان ويتأملوا بهذا الموضوع طب دكتور أكيد كان فيه حالات صعب أنه ينعمل لها زراعة رحم وفي حالات إنه ممكن الحالات اللي صعبة لها زراعة رحم إش هي؟ يعني الحالات اللي صعبة لها زراعة رحم إنه هي مثلا السيدة ما يكون فيه تطابق بينها وبين سيدة تانية طبعا موضوع زراعة الرحم لسه إش جديد كتير فعنا أسئلة أكتر معنا أجوبة عليه ولكن يمكن هو الطريقة الثانية اللي نفكر في الموضوع حاليا اللي بده يتعالج حاليا وزراعة الرحم مش متوفر شو اللي منقدر نسوي له مثل ما حكينا إنه أحد الشغلات اللي هي التبني طبعا الناس بدهم طفلهم نفسه أو هاي سنة الله سبحانه وتعالى ولكن التبني إشي فيه ناس بيلجأوله لما ما بيقدروا إنهم يحصلوا على طفلهم نفسه وهذا بحل مشكلة مش إلهم بس ولكن طريقة جزئية ولكن للطفل أو الطفل اليتيم أو اليتيم اللي هم ما عندهم أهل فلما حدا يتبنهم حتى في المرضى اللي بيتبنوا بيحكوا إنه إحنا يعني بس ما حلنا ما حسينه بس حلنا مشكلتنا ولكن حلنا مشكلة الطفل هذا فألا بيعطينا ثواب عليه كمان الإشي الثاني العلاج الآخر اللي هو الرحم المستأجر الرحم المستأجر اللي هو اللي بيسموه بالإنجليزي ساروغاسي لأنه فيه ناس حيدوروا عليه مثلا في الإنترنت بالاسم الإنجليزي إنه هو السيدة وزوجها ناخد منهم حيوانات منوية وبويضات ويتكون أجنة ولكن عشان ما عندها رحم أو عشان رحمها غير قادر على حمل الحمل نضع هذا الجنين في رحم سيدة أخرى ويكبر الجنين في بطنها لمدة تسع شهور وبعد ما تولده تاخده السيد الأولانية طبعا هذا موضوع موجود علميا وناجح عالميا ولكن فيه عليه يعني يمكن تحفظات دينية واجتماعية وقانونية يعني في السويد مثلا مطرح ما سووا عملية النقل الرحم حكوا إنهم الساروغاسي هاي أو الرحم المستأجر غير مسموح قانونيا فيه في السويد فعشان هيكم ما بيقدروا يسووه فاتجهوا لنقل أجنة فهذه الحلول الحالية الموجودة ليش غير مسموحة قانونيا في دول كتير من دول العالم زي مثلا إيطاليا وزي السويد ما بيسمحوش بالشغلات هاي القانون كيف بيصير هو أنه المجتمع بيكون إلو تفكير مشترك البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة بيقرر شو القوانين المسموح فيها وغير مسموح فيها وبيعتقدوا أنه الشغلات اللي صعبة كتير مثل الرحم المستأجر بيمنعه في دول تانية مثل إنجلترا مثلا مثل أمريكا مسموح فيه وهذا بيرفع فكرة جديدة في العالم الموجودة زمان كان الناس بس بتعالجوا في بلادهم هلأ الناس ممكن يدوروا شو العلاج المتوفر في بلادهم وفي بلاد أخرى لأنه من الصفر صار أرخاص وأسهل وممكن عن طريق الإنترنت الناس يحجزوا ويسووا شغلات كتير وعشان هيك احنا عنا في الأردن تقريبا أكثر من 50% من المرضى اللي بيجونا بيجونا من جميع أنحاء العالم أكثر إشي من العالم العربي إخبارنا العرب ومن العالم الأجنبي كمان هلأ اللي بيسموه بالإنجليزي أو العلاج عبر الحدود بطل موضوع محدود في الإشي زي التلفزيونات ما بيعبروا الحدود برضو المرضى والناس اللي بدهم يحفظوا على صحتهم بيعبروا الحدود مشان يتعالجوا أكيد أكيد طبعا أنا بحس كمان أنه فيه له تأثيرات نفسية على الست اللي بيستأجر ورحمها كمان لما يكون الطفل هي حامل فيه بعدين بعد تسعة شهر تضطر تعطيه لأهله بتخيل فيه كمان شوية تعاطف معاها للسيد اللي بيستأجر الرحمها أكيد أكيد هي بيكون من لحمة ودمها وهي يعني أنت ذكرت الموضوع هذا هي إلى الحق في البصد القانون الإنجليزي أنها ترفض وتغير رأيها في آخر لحظة فالموضوع شائك جدا وعشان هي كي يمكن في كثير من البلاد منعوه أكيد ثم نرجع على موضوع زراعة الرحم إحنا كنا عم نحكي أنا وياك تكتور جوا جربوا أول إشي بمدة عشر سنين حكيت لي كانوا عم بجربوا هذا الموضوع قبل بالسويد على الحيوانات مظبوط مظبوط يعني الناس لما بشوفوا نجاح باهر طالع مثل أطفال أنا بيب أول ما طلعت أو مثل زراعة الرحم أو مثل مواضيع تاني بيعتقدوا أن النجاح هذا كان وليد فكرة الناس فكروا فيها هيك وما نعمين بالليل وصحي وتاني يوم طبقوها وكل إشي مثل ما بيطلع في أفلام هوليوود ولكن هذا إشي غير صحيح أبدا مثل الطلبة والطلاب والطالبات اللي بينجحوا في الجامعة والمدارس بيعرفوا أنه النجاح الباهر ما بيجي غير بعد سنوات من التعب وسنوات من التحصيل والممارسة والفشل اللي بيتبع النجاح برضو نفس الإشي في الأبحاث الطبية والعلمية يعني الفريق السويدي حكوا أنهم قبل ما يجربوا على أول مريض إنسانية جربوا على الحيوانات عدة حيوانات إلها تشابه تشريحي مع الإنسان لمدة عشر سنوات بطرق مختلفة وشافوا الطريقة هاي ما زبطت والطريقة هاي ما زبطت والطريقة هاي ما زبطت ووصلوا في الآخر لأنسبوا أحسن طريقة وحسنوا التقنية تبعتهم وبعدين انتقلوا أنهم يجربوا على البني أدمين فهي هي الطريقة العملية الصحيحة وطبعا هما لما يجربوا على الحيوانات يجربوا طريقة رحيمة وطريقة إنسانية يعني ما في تعذيب للحيوانات في الموضوع يكونوا هما عندهم العمليات مخدرين لأنه هذا إشي مهم جدا رأف بالحيوانة هي مهمة عندنا في شريعتنا وفي ديانتنا وبرضو عند الغرب كمان وبعدين نوصل إنسان يعني النجاح كان نتيجة العمل الجاد والدقوب ما كان نتيجة أنه فكرة عظيمة ونجربها تاني يوم وليتس جو ما بزبط هيك في الدنيا لا أكيد ما بزبط وأكيد زي ما حكيت الرأف بالحيوان كمان إشي كتير مهم وأكيد لما كانوا يعملوا العمليات زي لما تخدير كامل بترأفوا بالإنسان كمان بترأفوا بالحيوانات اللي كانوا يعملوا لها زراعة الرحم والحمد لله إنه ضبطت معهم وضبطت بأكم حالي وهذا إشي كتير برفع المعنويات صراحة لكتير من الناس اللي عم تابعونا إحنا نحكي شوي بالتكاليف تبعة العملية أظن إنه تكاليفها كتير غالية بالنسبة يعني أنا كنت قرأت الموضوع 125 ألف دولار كتير غالي بس إنه ممكن نحكي للناس إنه نهون عليهم شوي الحكي اللي بتحكي مظبوط طبعا حضرك لما بتحكي على التكاليف بتحكي على تكاليف العشر سنين من الأبحاث على الحيوانات وعشر سنين برضو أبحاث على الإنسان قبل ما يوصل للمرحلة هاي هلأ أكيد لما صنعوا أول طيارة في العالم ويجربوا الطيران كانت منها ملايين وملايين وملايين ولكن هلأ لما أي حدا بدنا بده يسافر ممكن بكذا مئة دينار يسافر لبقى بلد قريب فهي لما الموضوع بيتقدم وبيصير فيه استخدامه من ناس عددهم كبير وبيتطور لدرجة إنه فيه خطوات كتير عم نسويها هلأ ما نحتاج نسويها والوقت الكبير اللي مناخده لأنه ما في خبرة يقل لأنه الخبرة بتزيد حيرنزل ثمنه كتير وأكيد أول ما طلع زراعة الكلية وزراعة الكبد كان ثمنه مثل اللي تفضلت بيه حضرتك ولكن هلأ بعدة ألاف من الدنانير بيصير زراعة كبد وزراعة كلية فبصير ثمنه أرخص بكتير وبصير نجاحه أعلى بكتير وهذا هو التطور الطبيعي للتقدم العلمي في العالم وهذا هو اللي منتوقع ويصير أكيد فمعناته يعني زي ما كان كتير غالي أنه نزرع كلية ونزرع كبد وصار بعدين مع الوقت المدة حتى مدة العملية صارت أسرع ونفس الشيء السعر تبعها صار نفس الشيء بنتوقع أنه زراعة الرحم تقل يعني على قليلة شوية يعني نبكي أولها أكيد هتقل كتير أكيد مزبوط أولها تقل شوية بعدين إن شاء الله لما توصلنا لهون تكون قلط مزبوط بس إيش بتحب تحكي كمان للسيدات اللي هلأ مثلا عم بتابعونا وعم بشوفوا إنه ممكن صار عندهم في ناس صار عندهم أمل وفي ناس صار وفكروا مثلا بقريبهم ويفكروا بناس بعرفوهم ممكن يعني يقولوا إنه آه والله لو هم يعملوا زراعة رحم إنه شو بتحكي لهم بحكي لهم إنه داما الأمل بالله سبحانه وتعالى يعني هذا إشي يمكن من أسبوعين ثلاثة لو حكينا فيه كنا منحكي إنه منحلم وكانت مسيئة الله سبحانه وتعالى إنه خلال أسبوع بتطلع خبر وبيقول إنه كنا منحلم فيه أو كنا اللي ما منحلم فيه حتى من أسبوعين ثلاثة هلأ صار حقيقة واقعة ومنحكي إمتى حيوصل على الأردن شو هيصير سعر وإشي هيك فدائما الأمل بالله سبحانه وتعالى وما نفقد الأمل أبدا دائما نحاول جهدنا ونحاول إنه نخلي منظورنا للحياة في أمل وأي حد عنده مشكلة يذهب إلى الطبيب أو المركز الصحي ويحاول إحلا يعني إحنا منحكي عن مشكلة ما كان إلها حلول وهلأ إلها حل وصعب جدا شوي ولكن معظم الحلول أو معظم المشاكل بإذن الله إلها حلول ناجحة وحلول كبيرة فنحاول إلها لنا إن شاء الله إن شاء الله دكتور أنا بشكرك كثير على وجودك معنا اليوم وعلى الموضوع اللي حكينا فيه الموضوع مشيق وبشكر حضورك معنا شكرا كثير لك دكتور موسيقى